مجموعة دونك فنغال الصينية للسيارات ومجموعة بيجو سيتروين الفرنسية صادقتها على اتفاق يفضي إلى رفع رأس المال وينهي سيطرة عائلة بيجو على شركة صناعة السيارات الفرنسية دامت نحو قرنين من الزمان. بروتوكول الاتفاق بين ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين والحكومة الفرنسية سيضخ 800 مليون يورو مقابل 14% من حصة بيجو. الاتفاق يعني استحواذ عائلة بيجو على 14% من مجموعة بيجو سيتروين تماما مثل كل من الدولة الفرنسية ومجموعة دونك فنغ فيما تذهب نسبة 58% لمساهمين آخرين. رغم خسارة عائلة بيجو للأغلبية إلى أن وزير الصناعة الفرنسي يرى في الاتفاق الجديد بشائر إيجابية. بيجو لديها تكنولوجيا وعلامة تجارية تبيع في السوق الأوروبي ولم تصل بما يكفي للسوق الآسيوي المتنامي عكس دونك فنغ التي لديها نمو السوق الآسيوي لذا نحن أمام وسيلة جديدة لتجميع الموارد. الاتفاق يمثل بالنسبة لدونك فنغ الصينية توسعا لعملاق جديد عبر الاستثمار في علامة تجارية أوروبية تعاني في سبيل البقاء. حيث تعد أحدث شركة صناعة سيارات صينية تستحوث كليا أو جزئيا على منافسين أجانب بعد أن اشترت شيانجي لي السويدية فولفو في عام 2010. بجو تعتبر من بين أسوأ الذين تضرروا من سنوات الركود الست في السوق الأوروبية وظلت باقية بفضل ضمانات حكومية ستنتهي في العام المقبل. الشركة كانت بطيئة في التكيف مع المنافسة حيث فوتت فرص شركات استراتيجية في الماضي مثل مجموعة بي ام في الألمانية أو اليابانية ميتسوبيشي.